إذن نتابع وإيكم مشاهدين صور نشرها الجيش الإسرائيلي للحظة دخول الرهائن الذين تم الإفراج عنهم قبل قليل إلى الجانب الإسرائيلي هذا موكب اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تقل الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس عبر بطبيعة الحال عبر معبر رفح البري يبدو أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر اليوم بشكل استثنائي قد دخلت أو وصلت بالفعل إلى الجانب الإسرائيلي كنا في الأيام الماضية كنا نتابع بشكل مكثف وصول المحتجزين الإسرائيليين إلى الجانب المصري بداية يبدو أنه اليوم المفرج عنهم قد خرجوا لعله سنكون في متابعة بهذه القضية لربما أنهم خرجوا من معبر بين قطاع غزة والجانب الإسرائيلي مباشرة وليس عبر معبر رفح البري نحو الجانب المصري ومن ثم كما سبق وذكرنا أنهم كانوا يتم نقلهم بالطائرات المروحية يبدو أن اليوم الترتيبات كانت مختلفة سنكون بطبيعة الحال معكم مشاهدينا في متابعة لهذه القضية ولهذا التفصيل من عملية الإفراج خلال هذه التغطية المستمرة